السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل عشاق كرة القدم السورية حوالين العالم يمكن قدلنا حوالي 8 أيام ما بنعملش فيديوهات خالص عدنا لكم من جديد ويمكن أول حاجة هتكلم فيها النهاردة هي اسم القناة بحبك يا بلادي أنا عارف كويس جدا جدا أن اسم بحبك يا بلادي ارتبطت به كتير جدا جدا وأنا شخصيا ارتبطت به ويمكن الناس كتير ما تعرفش أن أنا اسمي أحمد الشاعر أو أحمد محمد لكن يعرفوا أن أنا بحبك يا بلادي أحمد بتاع بحبك يا بلادي قررنا وبعد التشاور مع ناس كتير من أصدقائي وزملائي وبعض من الناس المقربين من كرة القدم السورية نحن نغير الاسم ونخليه من بحبك يا بلادي لشجع منتخب سوريا يبقى دلوقتي هيكون اسم القناة ابتداءا إن شاء الله بإذن الله من النهاردة شجع منتخب سوريا يعني أعتقد أن الاسم إلى حد ما أقرب للمحتوى اللي احنا بنقدمه أضف إلى ذلك أني كرة القدم السورية ومحترامي لكل ملفاتها إلا أن الملف الأهم والأبرز اللي كل الناس دلوقتي مركز عليه هو ملف المنتخب السوري الأول تحديدا لذلك الفترة اللي جاي هي فترة دعم منتخب سوريا الأول اللي قد قد يصل إلى كأس العالم تعالوا بقى نتكلم عن أهم موضوح حصل في التمنت يام اللي فاته وهو الإعلان عن قائمة لعبي المنتخب الوطني الأول المستدعى لخوض مبارتي كوريا الديمقراطية واليابان القائمة تكونت من حوالي 33 لاعب أو أكتر القائمة شهدت غيابات كتير جدا وشهدت استدعاءات كتير جدا لما يقرب من 20 لاعب محترف أنا بالنسبة لي مش متفاجئ خالص بكل اللي عمله هيكتر كوبر هيكتر كوبر جاي يغير هيكتر كوبر يمكن من مجيئه مع الزلزال والحوادث المؤسفة اللي حصلت فيه سوريا أيام الزلزال في جبلة إلا أني كوبر كان مدكن مرأد دلوقتي كوبر بيعلن بشكل واضح أن المرحلة المقبلة هي مرحلة اللاعبين السوريين المغتربين ومرحلة اللاعبين اللي بيلعبوا كمان في الدوريات الأرجنتينية تعالوا سريعا نبص كده بصة سريعا مع بعض على قائمة منتخب سوريا اللي اختار هيكتر كوبر في مركز حراسة المرمى في الرقم واحد طبعا بكل تأكيد الحارس الأبرز والأهم واللي هو دلوقتي الاسم الأهم في كرة القدم السورية أحمد مدنية لاعب الفيصالي الأردني منطقي جدا جدا إن احنا نشوف أحمد مدنية الحارس الأول لمنتخب سوريا في المركز الثاني معانا استبان جليل اللي بيلعب في الدوري الأرجنتيني الممتاز أيضا معانا بالإضافة إلى إلياس هدايا لاعب الدوري النرويجي والدوري السويدي سابقا وبالإضافة إلى مكسيم صراف واللي بيلعب في الدوري الروسي مين اللي غايب من اللعيبة؟ إبراهيم علمة لأول مرة من زمن طويل يغيب إبراهيم علمة عن عرين منتخب سوريا الأول الأمر طبعا قاسي وأنا أعلم جيدا أن الأمر بالنسبة لإبراهيم علمة صعب أن انت تبقى اسمك موجود مع المنتخب السوري خلال كل السنين اللي فاتت وفجأة وبدون مقدمات تلاقي الوضع بالنسبة لك صعب جدا جدا إبراهيم علمة للأمانة من الناس المحترمة سامحوني همسح عرقي وأنا معاكم يعني إبراهيم علمة من الناس المحترمة جدا جدا واللي نزل على صفحيته الشخصية على الفيسبوك رسالة دعم للمنتخب السوري وقال فيها إني أنا بدعم المنتخب السوري خلال الفترة المقبلة إن شاء الله بإذن الله ومنياتي لكم بالتوفيق في مهمتكم القادمة طبعا مش أي حد يعمل كده إبراهيم علمة هو اللي ممكن يعمل كده حارس محترم خدم المنتخب السوري الفترة طويلة ولكن قد يكون خلال الفترة الحالية مستوى مش بالشكل المناسب وقد يكون الفترة المقبلة هي فترة حراس المرمى اللي بيلعبه في دوريات أجنبية إحنا عندنا دلوقتي ثلاثة محترفين استبان جليل وألياس هدايا ومكسيم صراف وأحمد مدنية فقط هو الحارس المحلي يعني مش عارف لي أنا حاس إننا كإنه موكلسوه مش عارف لي يعني نكمل القائمة بتاعت منتخب سوريا عندنا إيماليانو عمور واللي بيلعب فيه الدوري الأرجنتيني والتحق بشكل رسمي على المنتخب السوري ودلوقتي بيتمر للمنتخب السوري لليوم الرابع على التوالي بالإضافة إلى ثائر كوروما عمر ميداني مؤيد الخولي مؤيد العجان عبد الرحمن ويس عمر جنيات كلها أسماء تعودنا عليها مع المنتخب السوري خلال الفترة الماضية خلال سبع تمن سنين ماضية بالإضافة إلى خليل إلياس محمد عنز عادة للمنتخب السوري أهلا وسهلا بالإضافة إلى زكير العام فهد اليوسف موجود أيضا مع المنتخب السوري المار إبراهام ويمكن أنا طلعت في حلقة من حوالي عشرة أيام وقلت لكم إن المار مش معانا لا المار معانا وبشكل رسمي في القائمة عمر رمضان محمود الأسود واللي تعرض لإصابة وتم الاستعانة ببدل منه محمود الأسود هيبقى مكانه خالد كردغلي دليه وإيران داست بالإضافة إلى محمد الحلاء عمر السومة طبعا عادة من جديد علاء الدين الدالي تبيس القاضي وإبراهيم هصار وإبراهيم هصار يمكن ساعات قليلة إن شاء الله بإذن الله تجمعه مع المنتخب السوري بإذن الله هو وصل دلوقتي وهو رايح دلوقتي من الأرجنتين لدبي إن شاء الله بإذن الله وصلني أني إيران داست تعرض لإصابة وقد يكون هناك أحد اللاعبين الآخر بدلا منه أنا بحاول أدور ليكم أنطونيو يعقوب أنطونيو يعقوب بدلا من دليه إيران داست اللي تم الإعلان عن إصابته اليوم في تمرين المنتخب السوري دي قائمة منتخب سوريا إجمالة علامات الاستفهام كتيرة وأنا قلت لكم من البداية أن هكتور كوبر جاي يغير هو مش جاي يعمل لنفسه لأهو جاي عشان يخلص المرحلة التمهيدية من تصفيات كأس آسيا بعديها هيكمل المرحلة التانية من التصفيات إن شاء الله عشان يتجه إلى كأس العالم زي ما عمل مع منتخب مصر الناس كتيرة جدا اتكلمت عن غيابات بعض منها منطقي زي محمود المواس ما احترمنا ليه وما احترمنا المستوى مع نادي الشرطة العراقي لكن يظل محمود المواس من اللعيبة اللي مع المنتخب السوري الأول ما بيقدموهش أداء كويس مش هنجدب على بعض تم استدعاءه مرارا وتكرارا مع يكتور كوبر مع نبيل معلول مع تيتا فاليريو مع نظار محروس مع كل الناس وهو أداءه زي ما هو مجهود كبير جدا جدا بيبزله وعلى النحية الأخرى التأثير على أرض الواقع مش موجود مش لازم يبقى هدف بالمناسبة ممكن يبقى لسمة لمسة ممكن يبقى سروباص ممكن يبقى عرضية كروس كده حلو جميل لا مفيش وبالتالي هكتور كوبر قرر ان هو يستغني عنه من ضمن أكبر الملفات اللي شغلت بال أهلنا في سوريا الفترة اللي فاتت غيابات ضخمة ومهمة ومؤثرة زي غياب عمر خريبين وأنا يمكن برضو طلعت معاكم من حوالي عشرة أيام وقلت لكم يا جماعة ما تستجيبوش للإشاعات بتاعة أن عمر خريبين هيغيبوا كده ولكن غاب عمر خريبين غاب عمر خريبين ودون تبرير من الاتحاد السوري لكرة القدر ولا حد تكلم في الاتحاد السوري ولا في إدارة المنتخب السوري ولا حتى في الكادر الفني والإداري وقالوا هو عمر خريبين غاب ليه إزاي عمر خريبين يغيب؟ إزاي عمر خريبين يغيب؟ طبعا إن شاء الله بإذن الله هنعمل لكم حلقة مفصلة خلال الأيام القليلة المقبلة عن عمر خريبين وموقفه المتكرر وهوضح لكم فيها مجموعة من الأمور اللي يمكن أسرار عن قضية عمر خريبين وغياب عمر خريبين عن المنتخب السوري لأن ما يتم تصديره إن عمر خريبين مش عايز وعنده ظروف وعنده ظروف عائلية كلام ده كله كلام مش حقيقي بالمر الحقيقة هقولها لكم إن شاء الله بإذن الله بعد كم يوم أيضا من اللعيب اللي غابه ولم يتم استدعاهم خلال المعسكر الحالي محمود دهود محمود دهود لم يتم استدعاهم وطبعا اللي امتابع منكم يعلم جيدا إن محمود دهود نشر على صفحته الرسمية أكتر من مرة دعم للمنتخب السوري أنا بحاول أجيب لكم الدعم ويمكن هو حط أغنية مشهورة اسمها دقوا على الخشبة دعم للمنتخب السوري وعمل هاشتاج اسمه سوريا تستحق الفرح يا جماعة رسالة للاتحاد السوري لكرة القدم ورسالة لهكتور كوبر والكابتن محمود فايز احنا أمامنا على معاد المباراة أربع أيام محمود دهود جاهز وإحنا عندنا غيابات كتيرة يا جماعة محمود دهود بيقول لكم استدعوني محمود دهود بيخطب ود الجماهير السورية وبيخطب ود الاتحاد السوري لكرة القدم إحنا ما بنتكلمش عن لعب عادي أو إمكانياته عادية إحنا بنتكلم عن لعب يلعب في دورتمونت بنتكلم عن لعب يلعب في الدور الإنجليزي الممتازة كماعة بنتكلم عن لعب عنده 26 سنة إمكانياته مرعبة اللعب الأغلى في تاريخ كرة القدم السوري أغلى قيمة سوقية في تاريخ المنتخب السوري محمود دهود إن شاء الله بإذن الله خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل المطش هعمل لكم حلقة مفصلة بإذن الله عن محمود دهود وعن سبب غيابه لأن سبب غياب محمود دهود سبب مش حلو هقول لكم بالتفصيل إيه اللي حصل ومن اللي متورط في غياب محمود دهود عن قائمة المنتخب السوري طبعا بالمناسبة القائمة الحالية واللي شهدت تواجد عدد كبير من اللعيبة دي ليست القائمة النهائية هكتور كوبر هينتقي منها إن شاء الله بإذن الله 24 لاعب هيسافروا على لوس دلوقتي إحنا طبعا هم بيعملوا معسكر في الإمارات في دبي لكن القائمة اللي هتسافر إن شاء الله بإذن الله هتكون 24 لاعب فقط إلى لوس عشان يلعبوا مباراة رسمية أولى مباراة التأهل مباراة النقطة الوحيدة اليتيمة نقطة واحدة هنتأهل نقطة تعادل هنتأهل للأدوار اللي بعد كده وإن شاء الله بعد كده هنلعب مباراة تاني أمام منتخب اليابان في عقر دار اليابان إلى هنا انتهت حلقة اليوم شجع منتخب سوريا هو الاسم الجديد لمنتخب سوريا الأول دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته